تابع محافظ قنة أشرف الدودي عمليات توريد القمح بصوامع مدينة قنة المعدنية وذلك للإتمكنان على سير العمل وجودة ونقاء القمح المورد وشار محافظ قنة إلى توريد 157394 طن في جميع الصوامع والشوان ومراكز تخزين الغلال بمختلف المدن بنسبة 69% من إجمالية الساعة التخزينية بالمحافظة مضيفا أنه يتم إخذ عينات من جميع الشحنات القمح التي تصل إلى مراكز تخزين الغلال بهدف تحديد درجة نقاء القمح تبقى لمأكرته وزارة التموين والتجارة الداخلية وإحنا على طول باستمرار كتنفذين بنتابع تجميع وحصاد الأمح من المزارعين وطبعا الحمد لله بفضل الله وصلنا حوالي 157 ألف طن في محافظتنا ونتوقع إن شاء الله نحن نوصل إلى 200 ألف طن في خلال الشهر القادم بالنسبة للجمح الجمح متوفر ببرة في الأسواق وعند جميع المزارعين وبنجيب الكميات نوردها هنا في الصمعة فيه طبعا هنا استكبال من بداية من مدير الصمعة ومن اللجنة وأمن الصمعة وموفرين لجنة الاستلام والفرز هنا وموفرين كل التسهيلات لنا في عامل الفرز لو كل المزارعين سلموا نسبة الأقمح بتاعتهم إن شاء الله مش هنحتاج أن نستورد من أي دولة تانية ولا حتى نضطر أن نستورد بالأسعار التي فيها زيادة السنادي والحرب الأوكرانية الروسية التي رفعت الأسعار ترجمة نانسي قنقر